أهلا بكم من جديد ونرحب بضيوفنا ينضم إلينا الآن من موسكو ليونيت سوكيانين أستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد في العاصمة الروسية من إسطنبول يبقى معنا ياسر فرحان عضو الائتلاف الوطني السوري ومن تل أبيب أدي كوهين الباحث في جامعة بار إيلان سيد سوكيانين أهلا بك بداية كيف علقت أو لم تعلق روسيا على الضربة العسكرية التي استهدفت موقعا عسكريا سوريا في حماة وهو مركز لتصنيع المواد الكيميائية هذا الكلب حتى الآن لم أسمع ولم أقرأ أي تعليقات الرسمية على هذه الضربة ولكن كان هناك الضربات المماثلة سابقا وكان رد الفعل الروسي المعروف بالنسبة لهذه الضربات هذا من ناحية الثانية هناك الاتصالات المنتظمة الدورية بين القيادة الروسية والقيادة الإسرائيلية وعلى هذا الأساس الروسية تتابع هذا الموضوع ولكن تبعا حسب رأيي فإذا جاء هذا التعليق يكون لا يكون بالنسبة للانتقادات أو بالنسبة للإستنكار مثل هذه الضربة ولكن بعد الشكوك بالنسبة لفعالية الفايدة هذه الضربة من ناحية أنه ليس هناك البينات القاطعة لصناعة الأصلحة الكيموية من قبل النظام في سوريا إذا كانت مثل هذه البينات موجودة فلماذا لا تقدم حتى الآن للجهات الرسمية الدولية وغيرها فقط الأقويل فقط المعلومات التي تنشر باستمرار ولكن بدون أي أديل والبينات القاطعة على هذا الأساس روسيا تعتقد أنه النظام لا يصنع أية الأصلحة الكيموية في سوريا سيد ليونيد ماذا يعني عدم التعليق هل هو رضا أو موافقة ضمنية على هذه العملية في حال كانت إسرائيلية في حين أن إيدي كوهين ضيفنا في هذه الحلقة من تل أبيب يقول أن روسيا وسوريا هما وراء هذه العملية وليست إسرائيل عدم ورود التعليق لا تعني أن روسيا غير مستعدة لأي تعليق ولكن يجب أن يكون هناك الوقت لسيأخذ هذا التعليق دراسة الحيثيات والجريات والتفاصيل لهذه الدربة بعد إطلاقية التعليقات ولكن مضى حوالي 15 ساعة على هذه العملية لا ست أن أعلق لذلك هذا القضية أو أكثر ضمن السلطات المختصة الروسية نعم تفضل أنا أقول أنه لا ست أن أعلق عدم الورود أي تعليقات تفصلية من قبل السلطات الرسمية الروسية وهذا قضية تخص السلطات الرسمية الروسية سواء كانت وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية أو ديوان الرئيس لا ستنعلق لذلك لا ستنعلق لذلك طيب إيدي كوهين أعود إليك آموس يادلين وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قال في تغريدات له أن الهجوم حمل في طياطه ثلاث رسائل مهمة أولا إسرائيل لن تسمح بتعزيز قدرات القوات الإيرانية وإنتاج أسلحة استراتيجية اثنان إسرائيل تنوي فرط خطوطها الحمراء رغم تجاهل القوى الكبرى لتلك الخطوط وهدف الثالث أو الرسالة الثالثة هي وجود الدفاعات الجوية الروسية لا يمنع وقوع غرار جوية إسرائيلية يعني بذلك رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يؤكد أن إسرائيل وراء هذه العملية وهي واجهة هذه الرسائل الثلاث سيد الفاضل من يترك منصوه هنا في إسرائيل ليس له علاقة عما يجري لقد قلتها نعم رئيس سابق هو لا يعلم ماذا يوجد اليوم في المؤسسة أمنية لكن دعنا نسمع سمعنا الارتباك الروسي يعني سمعتنا ضيفك الروسي هذا ارتباك هذا يدل على وجود مؤامرة على وجود غمود يعني كيف الروس لم يعلقوا بعد 24 ساعة من هذه العملية؟ يعني كيف؟ كيف لم ينطقوا أي كلمة؟ يعني هناك شيء غامض والغامض كما أقول لك هم وحليفتهم سوريا هم الذين نفذوا هذه هذه العملية لكي يمحوا أثار السلاح الكيماوي هذه خطة خطة مدروسة بين روسيا وبين سوريا بأنهم هم قاموا بذلك وكالعادة العرب يتهمون ويلومون إسرائيل بكل مصائبهم حتى لو كان هناك فيضان في السودان سوف يقولون إن إسرائيل هي المسؤولة عن هذه نحن في إسرائيل تعودنا أن نسمع كل اليوم الاتهامات الباطلة ونحن لا نعطي اهتمام لكل هذه المزاعم لذلك نحن لا ننفي كل ما يقولون عننا إن كنا نريد أن ننفي كل شيء قال وعنا سوف نقضي طوال الوقت كل اليوم ننفي وننفي يعني تقول هناك أكتباك ووسي وهذا معلوم طيب وتقول أن رئيس سابق للإستخبارات العسكرية الإسرائيلية لا يعرف ماذا يجري داخل المؤسسة العسكرية ولكنك أنت تنفي أن تكون إسرائيل قد قامت بهذه العملية يعني من نصدق مع احترامي لك يعني أنه رئيس سابق أنا كمحلل أستبعد كمحلل أستبعد ذلك استنادا إلى معلومات معينة أم تحليل يعني وتوقع شخصي لا تحليل أنا أعرف العقلية السورية والعقلية الروسية وأنا حللت هذه الحادثة وسمعت أمس الكرار من مجلس الأمن الذي يدين أمس صدر كرار من مجلس الأمن الدولي يدين استعمال السلاح الكيماوي في خان شيخون في روسيا وكل هذه الدلائل يعني كل هذه تدل على أن من قام بهذه العملية هم الروس والسوريين طيب هل لديك أي رد سيد السكانين بصراحة الكولي يعني زميل المشارك في هذا البرنامج زميل من إسرائيل قال أنه نحن تعودنا في إسرائيل نحن كذلك في روسيا تعودنا على توجيه الاتهامات بكل كبير والصغير بخصوص ما يحدث في سوريا لروسيا روسيا مسؤولة عن كل شيء المعارضة معصومة إطلاقا وعلى هذا الأساس نحن كذلك تعودنا بالنسبة لإستعمال الأسرح الكيموي من قبل النظام ليس هناك أي البيانات ولا دلة ولكن الأمم المتحدة أعلنت أمس سيد سوكيانين يعني الأمم المتحدة ليست مؤسسة غير مخترمة وليس لها مصدقية وهي أكدت أن النظام استخدم السلاح الكيميائي أكثر من عشرين مرة ومن بينها خانشيخون التي نفت روسيا أن يكون النظام وراءها أمم المتحدة ليست محكمة أمم المتحدة لا تقوم بإيطة التحقيقات القانونية إطلاقا هذا ليست القضية ليست المؤسسة القضائية يجب أن تكون بمثل هذه تحقيقات الجهات المختصة الدولية المتحدة لم تكن بمثل هذه تحقيق إطلاقا روسيا كانت تبط بذلك من زمان فلماذا على هذا الأساس هذا القضية مرز من عليها الأجهر لماذا نحن نعود حاليا إلى هذا القضية حتى لأن ليس هناك تنسيق بين الجهات الدولية بين روسيا لأن الضربة العسكرية ربما تصلت الضوء مجددا على وجود أو استمرار وجود أسلحة كيميائية لدى النظام السوري وهذه الضربة التي حصلت وجهت إلى مصنع للأسلحة الكيميائية وجود الأسلحة الكيميائية لدى نظام هذا إلى احتمال وارد ولكن لماذا لا نستبعد احتمال وجود الأسلحة الكيميائية لدى المعارضة السورية كذلك لكن هنا فيما يتعلق بروسيا سيد سوكانين روسيا هي التي ضمن توقيع أو تطبيق الاتفاق الذي وقع بين النظام السوري والمجتمع الدولي والأمم المتحدة على إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا وما زلنا نرى استخدام النظام لهذا السلاح لا تكون روسيا قد خرقت هذا الاتفاق ولم تلبي موجباتها الدولية والتزامات الدولية أبدا الالتزامات كانت مشتركة بين روسيا وبين الكثير من الجهات الدولية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ولكن موسكو هي الضامن الأساسي لهذا الاتفاق هذا أولا ثانيا لماذا نحن بشكل مسبق بدون أي تحقيقات تقول أن النظام يستعمل الأصل كيموية فين الأدلة والبينات المقدمة للجهات التحقيق يعني للجهات التحريط وتحقيق المحايدة بالنتائج التي تعرض على الرئي العمل العالمي بلا دل بالبينات بالإسماء بالأماكن بالوقت ليس هناك كل شيء هذا ليس بوارد ولكن الولايات المتحدة يعني أعطت معلومات فيما يتعلق باستخدام الطائرات المروحية من قاعدة عسكرية سورية على كل لا نريد التوسع في هذه النقطة أنتقل إلى ياسر الفرحان سيد الفرحان كيف ترد على هذه النقاط التي أثارها ليونيد السكانين من موسكو بداية تقرير اللجنة الدولية للتحقيق واضح وهي لجنة منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان وهي أعلى لجنة قانونية في الملف السوري التابعة للأمم المتحدة تقول بأن النظام استخدم السلاح الكيميائي خلال الفترة الماضية أكثر من عشرين مرة وهذه اللجنة تحتوي في كوادرها شخصيات قانونية قضائية سابقة مهمة وذات مصداقية واستغرب ما يقول بأن المعارضة ربما هي من تستخدم السلاح الكيميائي لا يوجد ولا إشارة من أي منظمة حقوقية إلى هذا الاتجاه قبل يومين التصريح الذي أعلنه في إحاطته بمجلس الأمن مساعد وكيل الأمين العام في الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية قال بأن السوريون في معاناتهم يدفعون ثمن الفشل الدولي وقال بأن هناك جرائم حرب ترتكب في سوريا وقال يجب إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية وأشار إلى أن النظام يرتكب كل هذه الجرائم المدعية في اللجنة الدولية للتحقيق مدعية سابقة طبعا وتعمل عضو في اللجنة الدولية للتحقيق استقالت لأن كل ما تقوم به من عمل لا قيمة له لأن مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي لا يأخذ بما تطالب به من اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع وإحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية النظام ما زال يسرح ويمرح القرار 2118 الصادر بشأن استخدام السلاح الكيمياوي يقضي بأن يسلم النظام كامل السلاح الكيمياوي أن يستخدمه مرة أخرى دليل على أنه لم يسلم السلاح الكيمياوي وبالتالي هذا القرار في بندو 21 يقول بأنه على الدول العضاء في مجلس الأمن أن تتخذ إجراءات تحت الفصل السابع هذا لم يحصل دعني أقول بأن أمريكا بالذات لا تفعل وتضغط بشكل كافي من أجل أن تقايد روسيا على مصير الأسد وأمريكا هناك تأثير واضح الجميع يعلمه لللوبي الصهيوني على الإدارات المتعاقبة تنظر بشكل أساسي في أولوياتها إلى مصلحة إسرائيل إلى أمن إسرائيل أمن إسرائيل يقضي ببقاء واستمرار نظام الأسد التعايش والتفاهم منذ فضيحة وطربيت ما بين إسرائيل وإيران ليس نحن فيها لأحد نحن فيها بعد هذا الفاصل نظرة إسرائيل إلى الأسد كونوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة